يا أبناء شعبنا اليمني العظيم يا أهلنا الصامدين الصابرين في مناطق الاستبداد والتغول الحوثي لقد اختار الحوثيون الفوضى حين ساد الاستقرار واقترفوا جريمة الانقلاب حين توافق اليمنيون على الشراكة وسيادة الشعب وفرضوا الحرب يوم جنح الجميع إلى السلام وقاموا بنهب المؤسسات وتخريبها واحتكروا موارد البلاد وأثقلوا المواطنين بالجبايات واقتاحوا المدن والقرى بالإرهاب والعنف وانتهاك الحريات العامة واختطفوا الأبرياء من النساء والأطفال والمسنين ودمروا دور العبادة وفجروا المنازل وشهروا بهم إرهابا لبقية الناس وعبثوا باستقلال القضاء وقدسيته وأفرغوا القوانين من قيمتها واستبدلوها بالكهنوت والطغيان وحرفوا التعليم عن سياقه الوطني والعلمي وحولوه إلى منبر طائفي وسلالي متخلف لكن مع ذلك سيكون من الوهم الاعتقاد أن هناك من يستطيع زعزعة قناعة الشعب اليمني بأنه لا خيار سوى النصف على المشروع الإيراني وأن حريتنا وكرامتنا ومستقبل اليمنيين واليمنيات جميعا تتوقف على نتيجة هذه المعركة المصيرية التي لا خيار أمامنا فيها إلا الانتصار بإذنه تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة